وافقت لجنة المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية على طرح 60 عمارة سكنية توفر 1110 شقاق تخصصه لإسكان المطلقات والأرامل الكويتيات المتزوجات من غير مواطن على النظام السكن العمدي بمدينة صباح الأحمد وعلى شكل عقدين يضم الأول 40 عمارة والثاني عشرين بمدة تنفيذ تصل إلى عامين السكنية أعلنت كذلك طرح مناقصة تصميم وتنفيذ وتركيب وصيانة أربع محطات تحويل رئيسية بمشروع مدينة المطلع السكنية وكانت السكنية قد أفادت أمس بترسيتها مناقصة مشروع شرق تيماء للمشمولين بقانون من باع بيتها وجارين استكمال إجراءات توقيع العقدة